يا جماعة أنا بقى طالب بمجلس قومي للرجال ماشي عم عزب والله العظيم إحنا في حفلات إحنا بيتحفل علينا على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت ومبارح والنهاردة بشكل غير مسبوق في حياة الرجال إحنا دلوقتي بقينا مسخة السوشيال ميديا أنا بقول إحنا كعنصر رجال إحنا شكلنا هننقرض فكده عيب أنا بقول يا جماعة خفوا لي أنا مش ممكن كل نص ساعة أنا بكلم نون النسود لقتي بالراحة بالراحة علينا بالراحة يعني أنتوا تجرسنا يعني أنتوا أمهاتنا وإخواتنا البنات وزوجاتنا وبناتنا يعني إحنا من غيرك ولا حاجة إحنا أنا كراجل من غير الأنسة ولا حاجة أنا بقوله هو يعني بجد فيعني ليه 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 يعني ارحمونا إيه العنف ده واحدة بتاكل كشري مع جزها عادي في بحل عام بيحصل في كل عدة فجأة قامت قايمة ضرباء وسحلاء وضغط بابش شطة في عينه وطبق البتاع ده اسمه ايه الورد البصل ده في وشه والبتاع في عينه والبتاع في قفاوه ولمت عليه الدنيا وكسرت له المحل على وشه وعلى رأسه واحدة في المترو عقبت 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 خطيبة ولا جزها فجأة ليته بتعود بتعود من دراعه فجأة ايه يا جماعة في ايه هو في ايه والله العظيم انا مش مصد انا وطالب احنا محتاجين اعمل لنا يا جماعة اشتاج انقاذ الرجل مجلس قومي للرجل احنا بجد محتاجين زي في مجلس قومي للمرأة والتحادات الفيمينست والنسوة والمشعارف الفتاة الجد محتاجين حماية الراجل يعني من اللي حاصل اللي حاصل اه معليش اه فيه رجالة وحشة لكن التعميم اللي حاصل كده انه كل الرجالة قال له واحدة برضو مبارح مش عارف واحدة مخطوبة مش عارف في بلد في الدلتة خرمت عين خطبها فرحوا الاسم وخلاص بقى الخطوبة ما فيش جوازة فالنزاب بقول له ليه عملت كده قالت له اصلي عينه زيغة قال لها سيبي ليه تخرمي طب هو عين قالت له لا ينفعني ولا ينفع غيره ما فيه حاجة بقى فيه هنا فيه حتة هنا مش مزبوطة ايه ايه واللوقتي زميلي عالي بيقول لي في الدهالية واحد خطب واحدة اختفى في ظروف غمضة وهي متهمة بخطفه او اخياءه طب يا جماعة بصوا فيه حاجة اسمها فترة الخطوبة عشان نستمر او ما نستمراش فيه بعد الجواز حاجة اسمها خلع وفيه طلق للضرر وفيه حكم من اهلها وحكم من اهلها يعني من الصالح فيه متحاجة فيه سكاك تانية غير السكاكين والدم والعنف والخزق العنين والحاجات دي فيه عنف ترجمة نانسي قنقر